في طار الحفاظ على السلامة العامة وتعزيزاً لاستراتيجية شراكة المجتمعية المعمول بها في وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها قامت مديريات الشرطة بالمحافظات والإدارات الأمنية المعنية بجهود أمنية مكثفة من بينها تنظيم الحركة المرورية ومباشرة كافة البلغات التي تلقتها غرفة العمليات الرئيسية خلال الفترة التي شهدت سقوط أمطار غزير على البلاد فقد قامت إدارة العمليات بتفعيل خطة الطوارئ بالتنسيق مع مديريات الشرطة والدفاع المدني والمرور واتخاذ إجراءات ميدانية ساهمت في إعادة الوضع في الشوارع والمناطق السكنية إلى طبيعته حيث باشرت غرفة العمليات الرئيسية 292 بلاغا في الفترة من الثلاثين من شهر ديسمبر عام 2021 حتى الثاني من شهر يناير عام 2022 من بينها 100 بلاغ يتعلق بتجمع مياه الأمطار وتم التواصل مع الجهات الأمنية المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة كما تعاملت الدوريات المرورية مع 234 حادثا من بينها 197 حادث تلفيات بسيطة وسحب 125 مركبة متعطلة في تجمعات مياه الأمطار وتنظيم الحركة المرورية على 15 تقاطعا بسبب تعطل الإشارات الضوئية ومساعدة المواطنين والمقيمين الذين تعطلت مركباتهم ومتابعة الإشارات الضوئية المتعطلة وعمل التحويلات اللازمة في الطرق والأنفاق بالإضافة إلى مراقبة الحركة المرورية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل الحركة والتعامل مع تداعيات الظروف المناخية التي تطلبت تواجدا مكثفا من قبل الدوريات المرورية بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وضمان الحركة المرورية في معدلات طبيعية قدر الإمكان وفي ذات السياق باشر الدفاع المدني أربعة وثمانين بلاغا خلال فترة الأمطار من بينها بلاغات بسقوط أشجار وأعمدة إنارة وحدوث ماس كهربائي كما تم استخدام المضخات في سحب مياه الأمطار بالتعاون والتنسيق مع البلديات ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كما باشر الإسعاف الوطني خلال الفترة من الحادي وثلاثين من شهر ديسمبر وحتى الثاني من شهر يناير باشر أربعمائة وتسعين بلاغا في إطار دوره في التعامل مع الحالات الصحية الطارئة وضمن دورها في تعزيز الثقافة الأمنية لدى كافة فئات المجتمع تابعت الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية دورها التوعوي من خلال الموقع الإلكتروني لمركز الإعلام الأمني وقنوة التواصل الاجتماعي من خلال دعوة المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات الوقائية مع التنويه إلى أن غرفة العمليات تتلقى البلغات على مدار الساعة ودعوة سائقي المركبات إلى عدم القيادة بسرعة عالية وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والانتباه لمتغيرات الطريق وتجمع مياه الأمطار